طيب سؤال أنتم اليوم مجلس نواب تم انتخابه من هذا الشعب تقول كل الشعب أغلب الشعب يرى بأن سياسات المالكي خطر على العراق على وحدة واستقرار وبقاء كيف إذن لم تنجحوا بحجب الثقة حتى الساعة هناك أغلبية داخل مجلس النواب ضد السيد المالكي ولكن لا تستطيع هذه الأغلبية أن توحي صفوفها وتتخذ إجراءات دستورية لأسباب كثيرة منها أسباب مثل ما حصل في السنة الماضية تدخل إيراني أمريكي لمنع هذا الاستجواب وأيضا هناك يد ضاغطة داخلية على كثير من النواب من قبل السيد المالكي منعهم من الاستمرار بهذا المنهج قسم طلبوا الاستجواب وبعد ذلك سحبوا التوقيع فهناك آلة عسكرية تستخدم في الشأن السياسي هناك عسكرة للمجتمع التهديد بترتيب الملفات السجون الجاهزة لزج الأمرياء سيد أسامة المالكي يقول كل هذه الاتهامات تمنع من السياقات الدستورية يقول كل هذا اتهامات وليس لديكم دليل واحد وتحدى أن يكون لكل من يقوم باتهامه بمثل هذه الاتهامات بأن يكون لديه دليل واحد على صحة هذا الكلام بل العكس قال إن هو لديه ملفات وأدلة كبيرة ضدكم سوف يأخذها إلى المحكمة والقضاء أنا أدعوه أن يأخذ كل الملفات التي لديه إلى القضاء إذا كان هناك ملفات وأنا أعتقد الشعب العراقي قد مل من هذه الفبركات والتهديدات مضى عليه سنوات يهدد الملفات وسيذهب بها للقضاء فليذهب بها للقضاء وليعلنها إذا كان هناك شيء ولكن القضاء النزيه الذي ينظر بعدالة وحيادية وهناك أدلة كثيرة حول مخالفات دستورية للسيد المالكي تجاه العملية السياسية وتجاه الشركاء وتجاه البرلمان وتجاه التوازن وتجاه الخرق قانوني واسع يجري انتهاكات في السجون الأدلة أكثر من أن تحصى ولكن نحن نقول فلنذهب إلى الانتخابات ولتكون نزيهة ومراقبة بشكل جيد وعسى أن تبدل الصورة ويكون هناك تداوض سلم للسلطة نغير من خلاله الوضع القائم إلى وضع جديد يأتي بطبقة سياسية متفاهمة تستطيع أن تلبي طلبات الناس هل تعتقد بأن الانتخابات ستكون هكذا مراقبة ونزيهة وشفافة؟ لأن اليوم هناك خوف بأنه إذا أجت النتيجة ليس على موالكم أو على كيفكم سوف تقولون أنها انتخابات تطعنون بنزاهتها على كل نحن لدينا الآن شكوك من إدارة العملية الانتخابية هناك ضغط على مفوضية الانتخابات هناك عملية تأجيل تمت لمحافظتين كبيرتين محافظات سنية بشكل غير قانوني قانون الانتخابات يقول أن تجري الانتخابات في يوم واحد وهو قد خالف هذا الموضوع وجعلها في أوقات مختلفة وهذا هو بحد ذاته خرط فنحن نعتقد أنه سيكون هناك محاولات للتلاعب بالنتائج ولكنكم قبلتم بهذا الخرق يا أستاذ أسامة دخلتم بشدة وبقوة في هذه الانتخابات واليوم تراهنون عليها نحن لا بد أن ندخل بقوة لا نستطيع أن نضيع حقوق الجمهور هي أمانة في أعناقنا تأجيل نينو والأنبار بالعكس هو تفريد وهذا لا يعني أننا سنسحب بالعملية السياسية لما أنت تدخل بعملية سياسية تعرف أن فيها خرقات وثغرات تجعلها لا تعكس إرادة الجمهور هذا تفريد بحقوق الشعب هذا أمر متوقع ولكننا نسعى أن تكون صحيحة طلبنا من أمم المتحدة طلبنا من المجتمع الدول المراقبة لدينا مراقبين كذلك سنحدد المخالفات عندما نراها وبالتأكيد لا بد أن نشارك وفي قوة لا نستطيع ترك الساحة لسيد المالكي ليأتي بأصوات بعد ذلك ويستخدمها لسحق حقوق الناس بشكل مثل ما حصل في السابق